اسم الدرس أرسم منصف الزاوية أستحضر أولاً ألف أرسم زاوية ألف باء ألف جيم قيس فتحتها بالدرجة سبعين باء أعين على ظلعيها نقطتين دال وكاف تبعدان عن رأسها ألف نفس البعد جيم أعين نقطة أخرى نون تبعد عن النقطتين دال وكاف نفس البعد دال ماذا يمثل المستقيم نون ألف بالنسبة إلى قطعة المستقيم دال كاف أعلل إجابتي الإجابة ألف باء باستعمال البركار أعين النقطتين دال وكاف جيم نحافظ على نفس فتحة البركار ونقوم بتعيين النقطة نون متساوية البعد عن النقطتين السابقتين دال المستقيم نون ألف هو المعصد العمودي بالنسبة إلى قطعة المستقيم دال كاف أستكشف ثانيا ألاحظ الزاوية ألف هاء ألف كاف نصف المستقيم ألف جيم يقسم هذه الزاوية إلى زاويتين لهما نفس الفتحة النقطة جيم من بين النقاط الخمس المعينة في فتحة الزاوية أحدد هذه النقطة الإجابة لو قمنا بتقسيم هذه الزاوية إلى نصفين باستعمال البركار أو باعتماد المنقلة بعد قيس فتحة الزاوية وتعيين درجة النصف لوجدنا النقطة جيم وهي النقطة التي يمر منها هذا المستقيم ماذا نسمي نصف المستقيم ألف جيم؟ الإجابة نسمي نصف المستقيم ألف جيم منصف الزاوية أتم الكتابات التالية الزاوية ألف ها ألف كاف تساوي الزاوية ألف ها ألف جيم تساوي الزاوية ألف كاف ألف جيم تساوي الزاوية ألف ها ألف كاف تساوي الزاوية ألف ها ألف جيم تساوي خمسة وثلاثين درجة أتدرب ثالثاً أسمي منصف الزاوية ألف با ألف جيم في كل حالة من الحالات التالية أولاً ثانياً ثالثاً الإجابة الحالة الأولى منصف الزاوية ألف با ألف جيم هو ألف دال الحالة الثانية منصف الزاوية ألف با ألف جيم هو ألف ميم الحالة الثالثة منصف الزاوية ألف با ألف جيم هو ألف عين أبين لأصدقائي كيف توصلت إلى ذلك الإجابة توصلت إلى ذلك عندما قمت برسم منصف الزاوية في كل حالة وذلك باستعمال البركار رابعاً أرسم كل زاوية استناداً إلى قيس فتحتها الزاوية قيس فتحتها بالدرجة ألف با ألف جيم سبعون ها كاف ها نون ثمانية وأربعون سين صاد سين عين مئة وعشرة قاف دال قاف ميم مئة وأربعون الإجابة أرسم منصف كل زاوية أرسم منصف كل زاوية الإجابة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة